غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة القطرية الدوحة عقب زيارته رسمية للبلاد كان مدبولي التقى أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وذلك على هامش زيارته للدوحة وأكد مدبولي خلال اللقاء أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي مضيفا أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز كما يتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة لتشجيع المستثمرين هذا وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنت تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي قوي وإصلاحات اقتصادية من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي لضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من القطاعات ترجمة نانسي قنقر